مع كل ضربة عسكرية أمريكية تستهدف الميليشيات في العراق تدخل الحكومة في بغداد معترك توازنات صعب فلا هي قادرة على نفي ارتباطها الوثيق بهذه الميليشيات وكذلك لا تستطيع تبني موقفها أمام الإدارة الأمريكية صحيفة واشنطن بوست صلتت الضوء على حالة الارتباك التي تعيشها حكومة السوداني إبان الضربات العسكرية الأمريكية المتزايدة ضد الميليشيات حيث ترى الصحيفة أن هذه الهجمات وضعت حكومة الإطار التنسيقي في موقف حساس بينما تحاول الموازنة بين علاقتها مع واشنطن ومع الميليشيات التي تشكل هذه الحكومة وعلى ضوء هذه الحقيقة يذكر معهد تشاتام هاوس أن ميليشيات الحشد هي في الواقع ذراع للحكومة وتعتبر نفسها الحامية الأساس للعملية السياسية حتى من خلال قمع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام المحاصصة الطائفي مجموعة الأزمات الدولية بدورها ترى أن بعض ميليشيات الحشد تمارس دورا مزدوجا يقوم على الجمع بين النقضين فهي من جهة تعمل ضمن نطاق الحكومة وتلتزم بسياستها الساعية لرضا واشنطن ومن جهة أخرى تشن هجمات على المصالح الأمريكية استجابة لأجندات إقليمية وما يؤكد هذه الازدواجية هو ما أقر به النائب عن الإطار التنسيقي سالم العنبكي عندما قال إن أطرافا سياسية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق ولا تؤيد فكرة خروجها تحديد الأطراف الداعمة للبقاء الأمريكي لا يحتاج إلا إلى نظرة نحو الماضي منذ أن عمل الغزو الأمريكي على تأسيس أرضية مناسبة لنشوء الميليشيات وترعرعها ومن ثم التعامل معها ودعمها والتغاضي عن جرائمها بل ودعمها أسكريا تحت مسمى الحرب على الإرهاب إضافة إلى تلميع صورة الأحزاب المرتبطة بها